الفيديو بعنوان هشام سلام عراب الخرافة هل تطور الإنسان من قرد؟ نظرية تطور من الآخر نظرية تطور من الآخر سفروت ركب بصات الريح وعدى به من صوبرا لبورتو أليجرا من مصر للبرازيل طبعاً ما انتش مصدق، ما انت عدو العلم يلا نشوف حكاية سفروت وصنم الدجمة سفروت؟ عنا قاعدة جديدة لازم نعملها كل ما بيحط أبيض وأسود هي الحركة اللي لازم كلها لنعمل سوا فخلينا نعيدها سفروت وصنم الدجمة هذا ما نفعله السلام عليكم، أنا بكالوريوز طب وجراحة 2004 من كم شهر صدرت لي موسوعة بصائر في نقض الإلحاد واللادينية طب وجراحة من 2004 أخونا هيثم أخونا الأصدقاء اللي ما بيعرفوا شو صار مع الأخ هيثم في 2004 كان عنده قناة قديمة سكره هو القناة كان يعمل عندنا فيديوهات وكان يسمي نفسه دكتور في القناة بعدين حكى شغلة مرة عن غشاء البكرة تعالوا نرقي لكم ياهم هذا الفيديو مرفوع من 10 سنة يعني 2013 هو قال لك شو اتخرج 2004 2013 كان دكتور رسمي هو هون بهذا الفيديو تكلم عن شغلة بغشاء البكرة العالم على الفيشبوك أيام مسحة في الأراضي أخ هيثم لك انت دكتور شو انت عم تحكي عن غشاء البكرة بها الطريقة أنا نعطيكم شو حكات فضل حديثنا الليلة إن شاء الله عن الإلحاد وعن كون الإلحاد أغبى مذهب على وجه الأرض بالأدلة والبراهين سنثبت أن الإلحاد هو أغبى مذهب على وجه الأرض أرجينا كيف؟ عندما تحاول ملحد فيكون هدفك الأول ما هو؟ هو أن تلزموا الحجة في أقل من ثلاثين ثانية كيف يتم ذلك؟ لا لا أعلم أول سؤال نتركه على الملحد فضل ما فائدة غشاء البكرة في أنسى الإنسان؟ ما فائدة غشاء البكرة عند أنسى الإنسان؟ هذا هو السؤال الأول هل غشاء البكرة مطلب طبيعي تطوري أم مطلب أخلاقي؟ أم مطلب أخلاقي؟ هذا السؤال لو سألناه للملحد انتهى الإلحاد قبل أن يبدأ انتهى الإلحاد قبل أن يبدأ هذا المقطع لي هون طلعت الناس برشي تقول له على الفيسبوك أنت دكتور شو برو؟ أنت فكر غشاء البكرة له هدف أخلاقي؟ اللي هن هو نفكر أنه شو غشاء البكرة هو غشاء سحري موجود بكل فيجاينا كل ما بيدخل شغلة من قلبها بيختفي بطريقة سحرية ونصير منعرف أنه هاي المخلوقة ليست بكرة وإنما هي شو؟ فائب أو ثيب كما يخال فنفكر أن الموضوع هو هيك بالسهولة هذا إنسان ما عنده استيعاب لغشاء البكرة شو بيشتغل شو وظائف تبعه؟ في عنا بنات بكر وما عندهم غشاء في عنا العكس بنات ثيب وعندهم غشاء ما لهم استوعب شيء وشو الدكتور هايثان طلعت هو كان لألك شو تخرجت في 2004 وهذا فيديو معموه في 2013 هون استلمتوا العالم وضحكت عليه حاول يمسحها لهذه القناة بس ما أعرف منين طالع الساعة موجودة يمكن ما عنده الباسورت تبعها أو شيء إسه فنعم بس كنت عم حاول توضح لكم للأخي اللي قال تخرج هو تخرج بكالوريوس طب وجراحة ب 2004 تخرج 2004 ب 2013 ومفكر غشاء البكرة له هدف أخلاقي للوجود لا هو مثل ختم الشركة بتعرف أنه البضاعة ممستعملة اكزاكلي هامس هو فكرة ختم الشركة هو صفن بينه وبين حاله كدكتور هذا متخرج صاله سنين كان هو فكر بينه الحالي غشاء البكرة بيشتغل بطريقة سحرية دائما بيرفكت ما بيصير أي شيء غلط فيه طب شو سبب وجوده الحادية السبب وحيد عما يبدو هو سبب أخلاقي لحتى الله يأرجينا مين هي لأنه الله بيهمه كمان نحنا مين نتجوز اللي مارست اللي ما مارست الله بيهمه هاي الأمور لأنه هذا الهوس أصدقائي عند العرب القدامى وعند عرب وقتنا الحالي عما يبدو مسلمي وقتنا الحالي الهوس بالبكارة الهوس بأنه أنا أول واحد ولا في حدا قبلي لهيه كانوا ينجزبوا للأطفال عندما صغر لأنه فيه نوع من نوعات براءة والبكارة فكانوا ينجزبوا له هذا الموضوع يلاقوا مغري هذا الشيء فنعم صديقي بكري رئيس الطب والجراحة أكمن لا أدري يا خلاصة 18 سنة في هذا الملف الرابط في الوصف أي ملحد تعرفه ابعت له الرابط الدال على الخير كفاعله مفيش إشكال إلحادي تقريبا لم أتعرض له في هذه الموسوعة فيها أكثر من ألف دليل على صحة الإسلام خاصة الملحد السويدي اللي فجر نفسه 18 لقدم كمان ليه ثلاث كتب في نظرية التطور في كتاب من كتبي مترجم لأكثر من 30 لغة كل الكتب دي بتكرجمات في الوصف ما فيش يسمه كتاب عن نقد نظرية التطور عندي كتب عن الإلحاد ممكن هذا الشيء يمره ليش أنه هو فكرة فلسفية عندك انتقاد فلسفي لها ممكن يصير كتب عن الموضوع يصير أخذ ورد لكن لو تقول نظرية التطور ما فيش يسمه كتاب ما فيش يسمه رأيي بانتقاد نظرية التطور فيش يسمه ورقة علمية تطعم بالتطور ام بينهار التطور فنعم صديقة هيثة ما فيش يسمه كتاب بنقد للتطور لو كان فيه نقط حقيقي كنت بتقدمه بينطعن فيه للتطور علميا بالواقع تبعنا وبيصير تهذيب للموضوع العلم هيك بيشتغل نحن عم نقول هاي الشغل الصحي سموطيات طلع شخص قلق هاي غلط بشو دليلك دليل واحد اثنين ثلاثة كلامك صحيح لاتس جو كب كب الديم حطل جديد هيك بشتغل العلم فانت مفهم المفهوم لو انا عندي كتاب للتطور لكن ماله منشور عالميا وما بيطعم بالنجزة التطور بشكل مباشر لكن رأيي انا الشخص في هذا كتابك خلي عندك هاي كتاب اللي مرة شو كان بمقابلك كان طالع قالوله وين الشرط انت الوراء تبعك تعوى نقض التطور اعملهم صفحة الرأس العقيدة ايب انا ليه بقول هذه المقدمة النرجسية لان بالعقل كده مش هاجي النهاردة اتكلم عن نظرية التطور وان احنا ما عندناش دليل علمي واحد صحيح معتمد على صحة النظرية على انتقال نوع من الكائنات الحية الى نوع اخر وتيجي تقول لي لا ده دي حقيقة علمية زي ما بيسميها هشام سلام في مؤامرة بقى واجندة خارجية لنشر خرافة نظرية التطور في العالم الاسلامي الحلقة دي مهمة جدا لايحد نحن في معركة وعي كل من يتابع هشام سلام لا تصدقني ولا تصدقوا شوف الحلقة للنهاية وراجع كل كلمة بقولها راجع كل ورقة يعني الاخ هيتام ما خلى شي ما سرقه من الملحدين سرق اسماء الحلقات اسماء السلاسل الافكار سرق كثير اشياء لكن بعمري ما توقعت يسرق اهي الجملة لا تصدقني ولا تصدقوا تابع وافهم وابحث من وراي والله برنس انا حبيته هاي جيدة الهلا انا وهي ثامنا على نصف الصفحة سوف نعمل هذا الشيء بالحلق نتابع نفكر ونبحث نظرية التطور مفيهاش اشكال علمي جوهري فحسب ولا اشكال شرعي فقط دي كمان فيها اشكال اخلاقي كوكبي نظرية التطور نظرية عنصرية ادت لحربين عالميتين نظرية ادت رسميا بطريقة او بأخرى هاي الميم تبع تبع داروين الى مقتل اكتر من مية واحد وستين مليون انسان اكتر نظرية مجنونة في التاريخ الموضوع مهم جدا نظرية التطور هي سبب موت ملايين البشر وهي نظرية غير اخلاقية واكتر نظرية مجنونة عبر التاريخ اوكي عندك مشكلة يا صديقي هيثم انت مع الافكار يلي بتأدي لموت الناس على ما يبدو يا ترى هذا الاعتراق طبعك هذا ينطبع على الاديان هل نحن عندنا دليل انه اديان هي كمان افكار غريبة بتأدي انه الناس يتقاتل ويموتوا بين بعضوا على مدى العصور بملايين البشر يموتوا كرمان الاديان يبدو انه عنده مشكلة مع الاديان ايضا اخ هيثم نهينا عنه التطور يعني ما في شلون ساوى للتطور هو سبب موت الناس هذا الاخ للساعة هون نظرية التطور او فكرة من افكار نظرية التطور كذريعة لانهن يقتلوا اخرين مثل ازا ان مثلا التطور هو العلاقة بالانتقاء الطبيعي له علاقة بالانتقاء الجيني تبع البشر انا بدي بشر بيت حسنا ام تخلقنا من الانوان العصرية بين البيض والسود ممكن لكن هذا لا يعني انه التطور هو السابق هو اللي الروح وقتله بعض ازا ننطبق هذا الكنم على الدين شو منلاقي منلاقي العكس نلاقي البشر هي بطبع عادة ما بيحبوا يقتلوا بعض ام لا الدين بيجيبين لهم لا روح وقتله بعض انت هذا فيه شي اسمه كافر هذا فيه شي اسمه مؤمن هذا فيه شي اسمه زمي لازم اتدبحوا بعض الدين هو اللي بيسبب الناس تقتل بعض صديقي مو النظريات العلمية اكمل صديقي هيثم بعدين عنا ادلة لوقتنا الحالي انه التطور لحد الان اصدقائي هو السبب الحروب تبعنا مو الدين الدين مالو علاقة بالحروب وقتنا الحالي ابدا وموت البشر التطور هو السبب لوقتنا الحالي دعاة نظرية للتطور في العالم حجم الاثنين يا إما مضطر يسلم بالنظرية غصباً من قبل ما يكفي أنا حاسه حيوق بمغالطة فالس دايلاما من قبل ما يكفي بس كلمة حجم الاثنين توقعي هذا غصباً عنه زي الملاحدة غصباً عنه غصباً عنه زي الملاحدة لا يمكن تفسير نشأة الكائنات الحية إلا من خلال آلية التطور لأن البديل الآخر هيكون خلق إلهي مباشر وده مش هينفع مع الملاحدة فهو مضطر غصباً عنه إنه يسلم بهذه النظرية ما فيش حل تاني هذا العبقر المتصدر ساحة الردع للمرحدين اللي عابين صح الناس تقرأي كتب تبعوا أصدقائي روح أقروا كتب تبعي بشو قالك ببداية الفيديو ما في شي بالإلحاد ما اتطرقت له أنا الجانب الجملة الرائعة اللي هو شو ما في حل تالت قالك يا أما بدك تقامن حسراً بالتطور يا بدك تقول خلق مباشر أنت عم تخلق لي دايلاما وهمية أنك أنت يا أما اليمين يا أما اليسار تضح هنا في خيارات تانية تضح حسراً شو في خيار صديقي هيثم باعف أنا ما بدي شك طبعاً بالخبرة للـ 18 سنة تبعك وكتابة الكتب عن نقض الإلحاد أكيد ما بدي شك بخبرتك لكن تضح هنا فيك كل بساطة تقول لا أدري لا أعلم فيك كل بساطة أنا غير مقتنع موجود إلها والها خلقة البشر وغير مقتنع من ذرية التطور شايفة غير مكتملة طيب شو سبب وجود الكائنات الحية لا أعلم كل بساطة لا أعلم قد يكون هناك شيء نحن لا نعلم دان هاي هيو كل بساطة هو عملك لا مجبور ما في حل فهو مضطر غصباً عنه أنه يسلم بهذه النظرية ما فيش حل تاني ما فيش حل تاني حسراً طيب هيطلع لك شخص من طبيع عليه مواصفات الإلحاد وقال لك فيه حل ثالث لا أعلم فهيطلع علينا ملحد ما له مجبور يندي عم تقوله شو معنا تكلامك غلط بشكل مباشر ويجب أن تهذب موفك ليصلك عليه 18 سنة وعشان كده ريتشارد لونتن وده رائد الداروينية الحديثة داروين القرن العشرين ريتشارد لونتن بيقول نحن نقبل الافتراضات العلمية والتي تكون ضد العقل شايف الكلمة؟ ضد العقل ننحاز لجانب الافتراضات العلمية رغم أنها تحتوي على سخافة واضحة في بنيتها طيب ليه عم هذا العذاب قالت لأننا ننطلق من تسليم والتزام مسبق للمالي قدية بين قوسين للإلحاد شايف الإيمان والرضا تسليم بين قوسين للإلحاد أوكي تعاون نجيب الكووت تبعه لهذا الشخص نفسه أنا هايثم خبير بالاختطافات الغير موفقة أسا ما عاد إراءنا لحنترجمه للعربي أصلا ما حعرف ترجمه صحكة من المترجم هذا المدقق يعني هذا المدقق ظريف تعاونوا إراء بالعربي سواك ونشرح شو المشكلة تبع لك هايثم إن استعدادنا لقبول الادعاءة العلمية التي تتعارض مع المنطق السليم هو مفتاح لفهم الصراع الحقيقي بين العلم وما هو خارق للطبيعة شو معناته هذا الكلام أصدقائك؟ إنه ما يبدو لنا نحن البشر عادة على إنه بديهي أو يتماشى مع العقل هو اللي يتضح ميران وتكرارا إنه غير صحيح علميا فبكل بساطة استعداده لتقبل ادعاءات علمية تتعارض مع ما يبدو على إنه منطق السليم هو المفتاح بين الاختلاف الفكري العلمي والاختلاف الفكري الخرافي أعسابي مثال إذا بنرجع 2000 سنة لأورا اللي عند شخص يوناني اسمه أريتاستنيس هذا اللي أول شخص أثبت إنه أرض مكورة ويمكن قياس محيطة هذا الشخص إذا جبناه أمام شخص تانيش بائع فول بها داك الوقت شخص عادي من السوق ومن الشارع مين من بيناتهم حياتين من الأرض مسطحة برأيكم؟ كل بساطة الشخص غير متعلم غير مفقف ليش؟ لأنه منطقية تبدو الأرض مسطحة بيكون معارض للمنطق مثل ممكتوب هون بيكون معارض للمنطق السليم عند هذا الشخص بياع الفول إذا بنقول له أن الأرض كروية وهي تدور حول نجم أكبر منها بسرع معارض وين؟ لا بتدور أرض سابتة ما بتدوره ليكها مسطحة جايفة بعيني فنحن إمكانيتنا كبشر لمعارضة المنطق أحيانا هي المفتاح مثل ممكتوب للاختلاف بين الفكري العلمي والفكري الخرافي لازم يكون جاهزين نقول أنه قد تكون الأشياء على ما لا تبدو عليها هاي هي الفكرة اللي مو عاجبته لك هيثم وهتطلق إشارة حمراء بنشوف بعارضه المنطق ايش باردك تعارض المنطق صديقي لأنه اتضحوا نمو دائما ما يبدو منطقي بيكون صحيح من بعدها زعجوا هذا المطع هو أيضا هيثم لأنه لدينا التزامة مسبقا التزاما بالمادية هاي اللي هو زعجته كمان وحطى لك عليها وشو قال لك بالمادية بين قوسين شو الإلحاد ربطت لك الإلحاد بالمادية هون لك سمعوا شو بيقول بين قوسين للإلحاد بين قوسين للإلحاد اين جبتوا لإلحاد ليش ربطوا للإلحاد بالمادية؟ صديقي أنت هلا بالإنترو بأنت اعترفت إنك نرجسي عم تقول أنا آسف على الإنترو النرجسي لكن مجبور كنت فيي عم تشرح إنك أنت خبير إلحاد وليش ربطت لنا المادية بالإلحاد وين جمعتوا هون الاتنين؟ لأن لدينا التزاما مسبقا التزام بالمادية ليش هادي الكلام؟ ليش التزام بالمادية؟ اللي حابب يوصله الأخ هيثم أنه فيه نوع من أنواع المؤامرة طبعا المادية أول شي هي كلمة مشخيطنة بمجتمعاتنا المادية فكر مادي هذا الإنسان فكره مادي طب شو البديل؟ كل بديل عند الفكر المادي شو هو؟ الفكر اللا مادي شو يعني لا مادي؟ يعني خارج للطبيعة خارج للواقع بين قوسين إذا أنا بدي حطلق قوسين حقيقيين خرافي أنت حاطل قوسين الحاد ما بعرف من أنجبتك أنا حاطلق قوسين خرافي في عنا شي اسمه مادة النينة في بألبومي أو جني بياكل العظام أحياناً اللي هو الجني اللي بياكله العظام إذا ما كبناها وما سمينا عليها في عندك هدون نوعين من التفكير نوع داخل الواقع ونوع خارج للواقع فأنت اللي معترض عليه الأخ هيثم ومو عاجبك عم تقول عنده الالتزام بالمادة مجبورين بالمادة بالعلوم ليش؟ لأنه نتضح أنه كل مرة منعمل بحوثات ببنية على شيء مادي ونطلع بنتائج حقيقية إيجابية ممكن تغييرها وتصليحها وتعديلها للأفضل على سبيل المثال هذا الشخص هلأ اللي حكينا عنه يلي اكتشف أنه الأرض مكورة في عنا خيارين ياما هذا الشخص ياما شخص تاني هنفكر أنه الأرض مسطحة لأنه مكتوب عنده بالدين تبعه أنه الأرض مسطحة وش يعني مكتوب عنده بالدين؟ معتك إله وكاتب هذا النص طبش يعني إله وكاتب نص يعني كياما وراء الطبيعة عنده ألم وكتاب بيكتب وبيأرسل رسل لتتواصل مع البشر كل مرة قارننا هدول الطرفين واشتغلنا فيهم ثبت ميران وتكرانا أنه الآلية العلمية المادية أفضل لأنه حرفيا بتتعامل مع الواقع مادي معناته ملموس معناته واقعي فأنت شو بدك يال بديل صديقي بآلية علمية وانت معطرد المادية متيرياليزم وحاطط له للمشاهد عساس المادية كخة شو الخيار الثاني؟ شو فينا نعمل؟ مجبورين بالمادة هرسمكم الرسمة ينو ما تطلعني عن طوري خلص قررت أرسم عقوبة للكم وزقائي لأنه نفرجونا هاي ثم نحن نرجوكم الرسمة هين تخيل طرفين غرفتين هون في عندنا خمسمائة مريض خمسمائة مريض عندهم مرض نفسه وهون عندنا خمسمائة مريض عندهم أيضا مرض نفسه الف مريض خمسمائة بخمسمائة هدول الناس عندهم مرض نفسه كلهم اللي هو التهاب الزائدة الدودية بالطرف اليساري جبنا مجموعة من أحسن العلماء والجراحين والمختصين يلي بيعرفوا يعملوا استقصال لهي الزائدة الدودية بكل سهولة وبيتعالجوا هدول الناس وبيعيشوا حياة أفضل وبالطرف الثاني عنا مجموعة من رؤوس الأديان كلها هون دين واحد رؤوس الأديان كلها من كل الأديان فيك تتخيلها بالواقع وهن الأطقى والأنظف والأطهر ونقللون أنتوا معكم وقت للعلاج وأنتوا معكم وقت للعلاج أنتوا شغلتكم تدعو لهدول الناس بآلية غير مادية لأنه هو ما مزعوش أخونا هيثا من المتيريا لازم ما عجبتوا المادة عمليات الجراحية هاي الاستقصاد مين برأيكم بيكون عنده نسبة الوفيات أعلى أصدقائي طرف اليميني ولا الطرف اليساري لأخي هيتا معاجبوا قال لك لأ لكنهم منحازين للمادة هاي مشكلته العلم إجباري منحاز للمادة صديقي لأنه اللحظة منسمح لهدول الناس اللي فكروا حالهم بقدروا يعالجوا بالدعاء أنهم يفوتوا على المخابر ويفوتوا على المشافي بتنهار الأمور لأنه ما حدا عنده قاعدة ثابتة منكن أنتوا كل واحد عنده إله معين عنده دعاء معين عنده آلية معينة عنده تفسير معين المادة هو شيء مجبر للجميع هاي جمالية المادة المادة ما بتجبر فقط العلماء والبلحدين واللدينيين بتجبر حتى تجبرهم كلهم يتفقوا على نتيجة مادية نحن لما إنسان بيمرض نعطيه هذا الدواء مرض مادي بدواء مادي بيتعالج طريقة مادية كل الهاتنا مجبورين يتفق عليه هاي هي جمالية للمادة صديقي لكن هو عم بيحكي كأنه بأنه مؤامرة منحازين للمادة إجباري منحازين شو بدا كأنه ينحازوا لشو شو في شيء تاني بيعطي نتيجة غير المادة او جاعد ما عم بصدر ونصرفنا كله الهاتنا نحكي على شغلة بديهية لأخ كاتب كتب وصفحات بنقضي للإلحاد شايف الإيمان والرضا تسليم والتزام وإيمان مسبق بالمادية فده عمره ما يكون علم ده ما هواش ساينس ده ساينفيزم علموية دجما الأخ هيص مصائر معه شغلة نحنا بالشام في عنا بطل منقول ضربني وبكى سبقني واشتكى هي نوع من أنواع عندك تعمل أنت بيكون عندك أمراض أو مشاكل نفسية أم أنت بتعملها عن ناس تانية بتقول لهم أنتو اللي عنكن يا هاي الأمراض حرفياً اللي وصفه هو الدين هلأ بدون ما ينتبه هو وصف الدين الدجما هو الدين شو هي الدجما؟ الدجما باختصار هي الاعتقاد بشيء معين بغض نظر عن المعطيات هي الدجما بدك أنت بمصدق بوجود شيء أو حصول شيء وما بيهمك شو هي المعطيات حتى اللي بتطعم بوجوده أو حصوله ما بيهم أنا خلص مصدق بهاي الشغلة هي الدجما باختصار فأنت حرفياً وصفت الدين هلأ صديقي العلم ما فيه شيء اسمه دجما العلم ما فيك أنت تقول النتيجة بغض نظر عن المعطيات المعطيات هي العلم هذا الفرق بين العلم والدين صديقي الدين بيحط هدف إلهي موجود طب شو الدليل عنه إلهك موجود اقرأ القرآن تبعي طب القرآن تبعاك فيه خلل فيه مشكلة أموم وهم بقرأ الحديث لك الحديث فيه غلل فيه خلل أخلاقي فيه خلل أموم وكله تجاهل إياه لكن الواقع بيقول شيء أنت عم تقول إلهك عم بيقول بيرمي الشياطين بالنجوم هذا موجود واقع أمومهم أنت عم بيقول إلهك لو نسطح أمومهم بتتجاهل الواقع ليش؟ لأنه مهم النتيجة فقط بدي أصل لإلهي بأي طريقة العلم بالعكس تماماً صديقي العلم بيقول لك نحن ما بنعرف شو هي النتيجة حسب المعطيات من نصل وحسب ما بيوصلون لمعطيات مجبارين بالنتيجة إذا المعطيات وصلتنا لنتيجة حتى كانت غير مرغوبة مجبورين فيها الدين ما فيه هيك الدين مو مهم شو معطياتك ودك تصل على النتيجة تبعي حصراً فالأخ هون فايت بهاي المعضلة هو الشيء نفسه اللي عنده يااب الدين عم بيرميه على الآخرين very ironic وأي حد بيمسي ورا نظرية التطور بيضطر فعلاً يسلم بحاجات ضد العقل لا ما نقضي التطور أنا أنا ما بعرف هو ليش رابط التطور باللحاد لهلا مصر يا صديقي لكي لا عن إخت التطور حتى لو لك يا أخي ما عاد بدنا يا بلا التطور شو بصير ساعتها إذا خفينها للتطور مو موجود أخي ما في شيء يسمى نظري التطور ما عالم آمنين فيها ولا مصدقين فيها شو بصير هل هذا دليل أنه إلهك موجود أنه إلهك هو خلق الأشياء ليس كذلك هذا هو الصراع الوهمي اللي فايت فيه هيثم طول عمره كل هالسنين أنا ما لي أدر أن أثبت وجود إلهي بشكل واقعي بشكل مباشر بشكل حقيقي لأنه أنا دين بالنهاية والدين ببني على الإيمان والإيمان هو تصديق وجود شيء وحصول شيء من دون دليل فما عندي أدلة فشو شغلتي أنا أطعم بأي شيء تاني لأنه منفكر إذا بيهد الأشياء اللي حواليه بما فيه الكفاية أم الشغلة الغير مبررة تابعه بتصير صحيحة هذا اللي نفكر حاله عم بيعمله هيثم أنت ليش مجبور تهاجم نظرية التطور إن كان عندك دليل قاطع على وجود إلهك الفكرة تابعي بكل بساطة شو هي هيثم عنده قضية إثبات وجود إلهه الهجوم على التطور غير مهم بحال وجود إلهه بحال هو قدر فعلا إثبت وجود إلهه ما عد فيه داعي أبدا لا يهجم على التطور ولا ينتقده ولا يعمل له شيء لكن لأنه هو بيعرف أنه غير قاضي إثبات وجود إلهه مجبور يهجم على الشغلات التانية مو هيك تشتغيل الهجة الصديقية أكمل قوارد استخدموا المحيط الأطلنطي عشان يعبروا من أفريقيا قد يحطوا يستهزئ فيه أنا معجب كان الرواية أمريكا الجنوبية ما شاء الله طب إزاي قال لك آه في حصيرة اتشكلت من النباتات سلمني عقلك بس وبعد كده حصل صنامي قطع هذه الحصيرة وهب راحة القوارد طلع على هذه الحصيرة سلمني عقلك وراحت الموجب سلمني عقلك هي هي الفكرة هاي ثم السوء دوربو الحلوة واخد هذه الحصيرة وعملوا تجديف من أفريقيا لأمريكا الجنوبية من شوبرا لبورتو أليجرا فانت كاتب النتيجة قبل أن تبحث اللي هو اعتقد ثم استدل ما هي دي الدجمة هي دي السينتيزم واحد من أشخاص ابتفهم معكم هي الدجمة صديقي لكن ما هي الطريقة الآلية العلمية قال لك هذا الحوت هو إحدى الحلقات الوسيطة لتطور الحيتان الحوت طبقا لنظرية التطور طبقا للقناعة المسبقة أتى من نعم نظرية تطوئية قناعة مسبقة أصدقائي حيوان يعني العالم مدورت على أدلة أم بعدين بالسبب الأدلة ومعطيات لقيت نتيجة أنه هنا العالم بلا شو بفكرة ينوات بدنا تطور خلينا شوش في فينا نلاقي حيوان أرضي فديي بأربعة أرجل يشبه الخنزير أصل هذا الحوت أرضي بأربعة أرجل مش هيعرف إيح الله غير كده وهذا الحيوان هذا اسمه هو خليط أنت عم تعمل بين الاستهجان الشخصي وبين الاحتكام للاستسخاف والسخافة طبعا أنا شغلة شايفة سخيفة doesn't make sense to me أصبح أكيد غلط هذا مثل الناس اللي بيقول لك بيوم لأيام أنه نحن راكبين على أحصن اليوم الأمور زي العسد شلون يعني بكرة بدني اخترعوا شيء أو شو بدني نجيبه غرفة بيحطوه على أربع دواليب سلمني عقلك ساولناها أبيض أسود يعني تعالنا إيديتر يعملها أبيض أسود فيعني بدون يحولوا قال عرباية السيارات لغرفة على أربع دواليب سلمني عقلك وهدول الأربع دواليب بيمشوا بشكل متوازن ومتزامن سلمني عقلك والمحرك قال شوفي ما في ضايلة الحصان خوض هاي ما في ضايلة شيء اسمه حصان بتجيب شيء اسمه محرك بخاري سلمني عقلك وهذا المحرك بتحط له وقود يا حلة واحدة بتحط له وقود نوع من أنواع السوائل ما عفنا يمجيبوه بتحط وقود بقلبه أم بنوع من أنواع لإنفجارات إنفجار بدأسير إنفجارك بينفجر أم تمشي السيارة تهيك عم تعملها صديقي هذا هو هاي المغالطة كامل الاستسخاف أو الاشتهجان الشخصي طبعا شغلي أنا ما مستعوش نوع بتصير أم أكيد سخيفة المهم وجدوا عظام حوت في الفيوم فقال لك بس هذه أحفورة انتقالية حوت بأربعة أرجل كما تنبأت النظرية حلقة وسيطة أهم وطلبوا من الرسمين إنهم يرسموا صورة متخيلة لهذا الحوت من عظام التي وجدوها ورسموا هذه الصورة حوت بأربعة أرجل في مصر طيب السؤال هنا عشان نفهم بس هل هذا علم ولا فلسفة فالسؤال هنا هل هم فعلا اكتشفوا عظام أرجل الحوت الأربعة عشان يقولوا أن هذا حوت بأربعة أرجل للأسف لا طيب اكتشفوا ربما عظام رجل واحدة للأسف أيضا الإجابة لا طيب أمال ماذا اكتشفوا كل ما تم اكتشافه هو الجمجمة وفقرتين وضلعين وجدنا في هذه الفقرة بروز عظمي زايد في النيورالسباين وهذا البروز العظمي الزايد في هذا المكان هو حاجة مشهورة في الثدييات الأرضية فبالتالي هذا حوت بأربعة أرجل هي دي مشكلة نظرية التطور الأزلية هو عنده قناعة مسبقة أن في حوت بأربعة أرجل شو مشكلته لأخي حيثام شو عم بقول لك يعني هنا هو استنتاج فلسفي هذا الصفي وليس علمي الكلام بأنه فقط أنت بسبب الجمجمة وهذا العظمة وعظم تانية ما كتشفش شغلات تانية من الأول شوفش المشكلة اللي واعفية أنت صديقي حيثام للأسف وبكل بساطة البحث بالماضي وخصوصي بما يعود لآلاف السنين صعب مالوش سهل صعب ونحن بيطلعنا أشياء أحيانا لحفورات بيطلعنا أشياء أولا سعيدناك أنت معترف بوجود حفورات يعني لأ خيثام من كم سنة كان مو معترف بالحفورات أصلا وكان ماشي على كلام المسيحيين المبشرين بيقولوا الحفورات هو خدعة شيطانية الشيطان زراعهم بالأرض لحتى يخدع البشر وإلى أشياء لكن اليوم أخي هيتام عبترف وجود حفورات تاب شو يعني بيعترف وجود حفورات يعني عبترف بدرجة من درجات نظرية التطور أنه الكائنات فعلا بطريقة وبأخرى بتتغير مع الوقت هاي شغلة جيدة جدا اللي صاير يا أخي صديقي لأخي هيتام مجبورين لعلماء طبع التطور لما بيلاقوا شغلات بسيطة يبحثوا ويفكروا ويتوقعوا وشو ممكن نصير فمتل ما أنت من شوي لما جابوا رسام كلامك صحيح هذا مو بالضرورة حرفيا هذا اللي انت جبته هون هذا مو بالضرورة شكله الحرفي لهذا الحيوان لكن بيقولوا حسب الآليات اللي عندنا والإمكانيات اللي شايفين فيها والحفورات الموجودة يبدو أنه قد يكون شكله هيك لكن مو بالضرورة يكون هيك وهذا هو العلم العلم ماله مطلق ما في شي مطلق المشكلة اللي انت واعي فيه صديقي هيتام ومو عاجبك الكلام بتبع عليه شو صاير تخيل أنا وياك أخي عيثام ماشين بالسيارة راكبين سيارة أنا وياك عم نسمع مهرجانات ماشين ولا نشوف جثة عالطريق نشوف جثة هامدة اللي هي لمن خلينا نقتل حدا وأصدقاء لمن نقتل اليوم أصدقائي بشأن المثال مين جاباكم نقتل آخي مرة قتلنا شريف جابري ممكن خلينا نقتل اليوم حسن البدري لقينا جثة لحسن البدري على الشارع صفينا أنا وياها إن زننا عم نطلع لقينا جثة هامدة شخص ميد أو أبو حسين طب معيد الشرح بيحسون بس لقيناها لهذه الجثة عم شو لخيفة مطلع على الجثة شو قال أتل الجن العاشق واضح واضح أن الجن العاشق اللي في منه الأنثة بيكون هو اللي أتله الجن العاشق أنا أوكي هولدان شلو صرت لهذه شو يعني الجن أصلا الجن هو كيان ما وراء الطبيعة لا يمكن تأكد موجوده عدم وجوده أنت ميتة قدامي شو عم تنكر أنت منه ميتة ما عم بنكر عم قلت لك ميتة بس شلو صرت للجن عاشق موراق الطبيعة طيب أنت يا شاطر شو أخي قصري شو الحل تبعك أنا الحل تبعي بصراحة حسب المعطيات يبدو أنه من تأكد أنا هذا اللي شايفه شلو وصلت لي لهذا الانتأكد في 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 علام حبل على رأبته طبعا ما بدنا نقول حسن أم سوري خلينا نسحبه حسن خلينا نقول براد بيت أخي براد بيت ظريف براد بيت كلاهاتنا بنعرفه وما بهمنا زي أنت حسن ويلاف يو فبراد بيت في علام حبل على رأبته وواضح أنه مقطوع الحبل يعني هي مربوط نص سرساته على الشجرة فعلى ما يبدو معبل لك هذا اللي صار حرفيا يمكن صار تلاعب يمكن حتى أتله ومثله أنه هو أنت حسن مبعب بس أنا حسب المعطيات يبدو أنه هذا براد بيت محير معلق حاله على الشجرة ومختنى وميت هاي هي الفكرة تبع هدول العظام صديقي اللي أنت معاجبك اللي أنت أنت معاجبك القفذة تبع هدول الناس وتقالوا لك حسب هدول العظام يبدو أنه كان عنده أقدام لأنه العظم هذا بيتماشى مع العمود الفقري فيه أقدام فمعاجبتك هاي القفذة أنت مسميها قفذة إيمانية مثل ما أنت سميت قفزتي أنا قفذة إيمانية بأنه يبدو براد بيت لأنه في حبلة على رأبته الحقيقة أنه نعم نحن مجبورين لكن على ما قال لي هاي القفزة اللي قفزين لأنه هي ليست إيمانية لأنه إيمانية مبنية على شيء لا يمكن إثباته مبنية على شيء موجود اللي هو حبلة أنا لقيت حبلة على رأبته للشخص والنص الحبل الثاني معلق للساعة وعلى غصن الشجرة وهن نلقوا هدول العظام فليست قفزة إيمانية القفزة الإيمانية هي أنك أنت ما عندك دليل على أي شيء ولا قاعدة على أي شيء وقفزت برأيك الشخصي هاي هي القفزة إيمانية هاي ليست قفزة إيمانية لما منقول عنده نعضام معينة فيبدو أنه مثل الكائنات الثانية عنده الأقدام مثل ما أنا عم بقول بما أنه في حبلة على رأبته ونص الحبل الثاني الساعة والغصن يبدو أن تحفر هذه ليست قفزة إيمانية صديقي قفزتك انت هي القفزة الإيمانية لما بتقليل الجند العاشق اللي قتله هاي هي القفزة الإيمانية صديقي اللي بينطبئ تماماً على مواصفات الكلام اللي عم نقوله هون انت معاجبك شلون يعني لأنه لقوا ثلاثة عظام أم قرر من عند الرجلين لا هذا الكلام ما عجبني هاي قفزة إيمانية انت البديل اللي عندك بحياتك هي هي الصورة هذا البديل انت عندك يعني انت معاجبتك هاي القفزة الإيمانية مسمية اللي هن المبنية على شي حقيقي لقوا درسوه وتأكدوا موجوده لكن هاي الإجابة منه انه الله قال له لنوح عميل سفينة وحط فيها زوجين من كل حيوانات هاي زي العساب هاي ما فيها مشكلة هاي ما فيها قفزات إيمانية هاي فكرة أبداً أنا عن نفسي ليس عندي مشكلة ان يكون فيه حوت بأربعة أرجل هو أنا هجوزه بنتي وليس هناك مانع عقلي ولا مانع شرعي ان يكون الخلق الإلهي متقارب في الشكل قريب من بعضه لكن أين الدليل الواضح المبنية طبعاً هنا عن النكتة هجوزه بنتي اللي هو هي أجان هيدا عيدة بالله هي الجملة أنا عن نفسي ليس عندي مشكلة ان يكون فيه حوت بأربعة أرجل هو أنا هجوزه بنتي وليس هناك مانع عقلي ولا مانع شرعي ان يكون الخلق الإلهي متقارب بس هون هلأ أصدقائي ان احنا عم نشوف تشسيد حرفي سلاش مرعب لشي اسمه انفصام معرفة الانسان اللي ما عنده عشر دقايق يشرح لنا فيهم شو هي الدوجما وشو مشكلة الدوجما وشلون الناس اللي بتحط افتراضاته قبل ما يوصل بالأدلة بتكون هاي مشكلة عنده عشر دقايق يشرح لنا ياهن بزي العسل عنده مشكلة مع الدوجما شو بيقلك بحال لقيته حوت عنده أربع رجلين أنا ما عندي مشكلة لأنه لا يوجد معنى عقلي أن الله خلقه على ذلك مين صفي اللي حاطت النتيجة قدامه ما بيهمه أبداً شو هي الدلة صديقي مين بهذه الجملة اللي انت حكيتها هي الدوجما حرفياً وصف للدوجما انت بدك إلهك يطلع موجود حتى لو طلع في حوت له خمس رجلين حتى لو حوت له ست رجلين ما بيهمك وهم إلهك اللي موجود وشو الحجة تبعه لا يمنع عقلياً أن يكون الله خلقه على ذلك تشسيد حرفي للتنافر المعرفي أصدقائي نو هيثم هلأ هون فوتنا بإرنة عن جد بحسة محزنة أكتر ما هي مثيرة للاهتمام مثل هذا البوست شايفينه هذا البوست معمولة مرة تبعه واحد رافع رأي مكتوب دين الإسلام هو دين السلام وأي شخص يقول عدا ذلك يجب قطرسه هذا الشخص جابوه هذه الصورة ما كانت ضحك لأنه هذا هو التشسيد تبع التنافر المعرفي وأنه أنا ديني دين السلام وإذا أقول العكس ذلك أبين قطع أصدقائك هذا الأخ هيثم هون صورة الساعة بشترح أن أنا ما بحب الدقما وما بصير الدقما وليش بتحطوهم قال لك وحتى لو فيه قوت عنده أربع رجلين هذا لا يمنع أن الله خلقه على ذلك حبيبي أنت اللي حاطت النتيجة لا يجب ولا يمكن الطعام فيها لما بتقول هاي الجملة شو معنات يا صديقي هيثم معنات ما في شي ممكن يصير لحتى أنت تقتنع أنه إله قد يكون غير موجود ما في شي ممكن يصير انت حاطت النتيجة مية بالمية حتمية وما بيهمني شو هيصير معطيات هذا الشي اللي شفناه كله آتنا هلا عم يتجسد أمامنا لكن أين الدليل الواضح المباشر أن هذا الحوت بأربعة أرجل ثم أين الدليل الواضح والمباشر لو افترضنا أنه فعلا بأربعة أرجل لو افترضنا هذا الكلام أين الدليل الواضح والمباشر أنه تطور وأصبح الحوت الذي نعرفه اليوم ليه ما يكونش هذا خلق وهذا خلق وكل خلق منهم مستقل عن الآخر متقارب في الشكل أنت عم تقول أنت بدي دليل مباشر على أنه هذا الحوت تطور ما لك مستعد تقبل من دون دليل لكن من بعدها شو بقول له ما يكون ده خلق وده خلق نحنا بنقول لك الدليل الكلمة نفسها لأنه ما فيش دليل وين الدليل المباشر أنه ده خلق وده خلق ما فيك تطالب ناس بدليل بعدين تدعي شغلة خرافية أكتر باللي أنت عم تنتقده ومن دون دليل أنا مبسوط مع هاي كلام اللي عم تقول له أنت بشوي إيه الدليل مباشر وينه الدليل مباشر أنت طبقت هاي الآلية على هاي الصورة صديقي أنا هذا اللي حابب أعرفه هل عندك أنت مصداقية معرفية بحياتك أنت إنسان محرر من الدجمة وبتقول مثل ما أنا عم طالب شخص مؤمن أو يعتقد بالتطور عم طالبه بدليل أنا طالبت نفسي بدليل ولقيته كافي على هاي الصورة هل عندك يا أنت هذا الشيء ولا إحنا منطبق المنطق فقط بأماكن معينة ومنعفي ديننا منه وهذا اللي بيصير للأسف هيك بيصير لما نحن نعطي شغلات إعفاءات منطقية بحياتنا فقط لأنه نحن أربينا عليها وكل خلق منهم مستقل عن الآخر متقارب في الشكل لا ترسب سهما بين حيوان وآخر وتقول لي إن هذا الحيوان تطور من هذا الحيوان هذا السهم المرسوم قفزة إيمانية السهم ده نو صديقي مثل ما شرحنا لك منه شوي قد يكون مخطئ هذا السهم قد يكون غير دقيق لكنه ليس قفزة إيمانية وإنما قفزة مبررة حسب المعطيات قد تكون خطأ لكن مبررة حسب المعطيات هذا السهم المرسوم قفزة إيمانية السهم ده هو ده التأويل الفلسفي هو ده العلموية هو ده الدغمة السهم ممتاز يعني حسب ما فهمنا لحد هلأ بما أنه هي هي العلموية وهي هي الدغمة الأخ هيفا معجبوا الناس اللي بيتلاقي أشياء معينة أو أدلة أو أحفورات أو أي شيء بيوصلنا لتائج معجبوا هذا الكلام لأنه ما لا دقيقة حسب كلامه يعني أنت لقيت أعظام وعم تقول حسب الأعظام عنده الرجلين أمو عاجبني هذا الكلام والحق معك بصراحة التفكير النقضي هو هيك هو هيك لازم تقول أنتو شلون وصلته للأعظام لازم تتأكد وتبحث وتعرف لها تتقول آه أوكي يا أما كلامه غلطي أما الصح فأنا معك بنقض هذا النوضوع بس مشكلتي بالبديل تبعك صديقي أنت مو عاجبك اللي عنده أشياء ملموسة منها عم يستخرج معطيات مو عاجبك وشايفه هذا أنت استنتاج دقماوي فلسفي لكن أنت لما منسألك من أين حصل الله خلق الكون وخلق آدم وحواه وقال له لا تاكلوا من تفاحة بعدين نزلوا على الأرض لأنه أكلوا من تفاحة لعنهم الله بعدين جابوا صبيين الصبيين جابوا أولاد ما حدا بيعرف مين يتجوزوا آه لا تجوزوا أخواتهم البنات لكن من بطن تاني بعدين عملوا مشاكل عمله بعد نوح قال له ابني سفينة الطفان ماتت لكو أرضية بعدين رجع الطفان ورجع دول حيوانات تتكاثر وزي العسد هاي هي مشكلة صديقي بالتفكير معاجبني شغلات فعلا مبررة لكن مالة كاملة فبما أنه معاجبتني تعال أقفز على تفسير كارتوني سبيستوني من عندي أنا على كيفي هذا اللي بصير أصدقائي لما يكونوا عندنا تنافر معرفي بحياتنا ولما بنعطي إعفاءات منطقية لأشياء فقط لأنه ملقانينا من صغرنا هذا اللي بصير هي صطفة الأمور أنه هو الإسلام صحيح صطفة الأمور أنه المسيحية غلط واليهودية غلط والهدوسية غلط كل حدا حاول يفسر الكون والظواهر البيولوجية غلط وده ذري التطور خرافي وكذب ودقمة وغلط صطفة الأمور أنه ديني أنا ربيانة عليه وولدانة عليه وعندي تحييزات فكرية لإله وعافي من النقد وبدي يصلون لنتائج غير مبررة بيهدف واحد صطفة من هو الصحيح هايك صطفة أخي هايثم بوعدك المسيحي يفكره من نفس الطريقة اليهودي يفكره من نفس الطريقة الهندوسية كلهم يفكروا من نفس الطريقة كلهم يفكروا من الصطفة الأمور أنه هن ربيانين عدين الصح والباقي كل شي غلط حواليهم أنت واقع بنفس الفخ وما لك شايف تناقضك وما لك شايف تنافرك المعرفة وبنفس الوقت عم تنصح الناس تروح تقرأ الإطروحات والكتب والمناهل العلمية تبعك دلوجين فأنت سعندك خليط صديقي بين دلوجين إنسيكورتي إذا أنا حكينا إنسيكورتي من شوية وأنه عم بيعمل دفلكت للأمراض طبعه والناس تانيين فعندك أنت دلوجين إنسيكورتي شوية نارسيسزم ما عليش لا تزعل مني ومع انفصام معرفة هاي هي النتيجة الخليطة على الأخ السهم ده حضرتك خلى كارل بوبر يشد في شعره كارل بوبر ده أشهر فيلسوف علوم بلا منازع فلسفة العلم هي اللي بتفرق ما بين العلم الصحيح والعلم الزائف ما بين العلم والدجمة كارل بوبر بعد ما مو الدجمة بالضرورة لكن العلم الزائف بحث في أدلة نظرية التطور قال كلمته الشهيرة نظرية التطور مجرد نظرية ميتافيزيقية أنا شو بدي يعمل أنا توقعي أخ هيثم بدي أقول لك لما عدل عن كلامه كان مجبور أو مضغوط بدي أعمل لك نظرية مؤامرة متأكد كارل بوبر هو شو قال قال بأنه قبل ما يتعرف عن نظرية التطور إراها بشكل سطحي ما كان بيعشي اسمه انتقاء الطبيعي فقال لك الموضوع معلو الزابط هذا يبدو أنه خرافة بعدين لما فهم شو هو الناتشل سيلكشن والآلية تابعه عدن عن رأيه وغير فبرأيي هلأ هايثم سيلعب هاي اللابة أنه قال مرة أنه التطور غلط لكن عدن عن رأيه بسبب ضغوطات مجرد قفزة إيمانية وليست بعلم مجرد دجمة ودفض الموقف بوبر لغاية آخر يوم في حياته قبل أن يموت بسنة واحدة كتب كتاب Evolutionary Epistemology وقال في هذا الكتاب أن كبار مؤسسي النظرية عبر تاريخها بيقولوا نفس هذا الكلام كارل ويدنتون يقول أن نظرية التطور والانتخاب الطبيعي ليست أكثر من توتولوجيا توتولوجيا يعني كلام فارغ I can't do هايثم أني مور اوكي نحن نعمل بريك هوم من بعد كارل بوبر نحن نوقفه هون لأنه I can't وهايثم أني مور أنا بلاش تفهم شو صاير مع هايثم خصوصي هاي الكلمة اللي ضافه هون الأخيرة أنه وبقي على هذا الكلام لآخر يوما من حياته شوف شو الفكرة هايثم آخذ كلام نسخ لسق عن هاد الشخص هاد الشخص مبشر مسيحي أميركي مشهور جدا وهو اللي حاكيهم لهدول الجمال نفسهم طبع كارل بوبر قال هذا الكلام وقال أنه توتولوجيا هذا الكلام وليس كلام حقيقي ومن بعدها مات على ذلك لما العالم كلنا انطقته له كارل بوبر عفواً لويليام ليين كريغ لكن إش لما بتقوله أنه مات على ذلك إذا لم يغير رأيه عم هو هاد عدل عن رأيه لكن الأخ هايثم مثله مثل أي صانيم محتوى للاسف نسخ لسخ آخذ كلامه القديم لويليام ليين كريغ أو هو ماعتبر أنه مين حيدور أصلا من وراي بالعالم العربي ويتأكد فهو عم بيحكي هون جبت لكم ورقة صغيرة مو هاينو مو هايفين نجيب لكم واحدة أحلى لأنه هي ويكيبيديا في عنا بتزعم ويكيبيديا بتقول لك ليس دليل مع أنه ويكيبيديا بيحط المصادر تبعه يعني بتتكلم عن الموضوع هذا بشكل مختصر وأنه كيف كارل بوبر كان ما عنده استيعاب جيد لشو هو التطور وانتقاط طبيعه من بعد استوعبه وغير رأيه ففينا نقرار لكم مقتطفات صغيرة بوبر لاتر يعني هو كان انتقاط طبعه وانه شو هالإدعاء تبع التطور لا يمكن تأكد منه بما أنه لا يمكن بما أنه ما له تستيبول فما فينا ناخده على محمل الجدية بعدين استوعب شو هني انتقاط طبيعي قال لا انتقاط طبيعي تستيبول وانا غيرت رأيه فعادا عن رأيه فما شو ما نقرأها كلها هحط لكم يا عبر رابط تبع الحلقة هادا المقطع هاي الورقة عشان تقروه انتم وتشوفوها وتشوفو انا هايثم هون اللي عم تقوم بهم خلص I can't do هايثم anymore Too much Too much هايثم for me I can't هايثم لحد هلا انا اللي زعلان منه انه ما عم يتطور ما عم يتغير هايثم الساعته مصر على نفس الطرح تبعه نفس اراءه ونفس الكلام ما حتفاجع الفيديو كله It's too much for me الطريقة الطرح المعاناة بمحاولة الرد لانه الرد على الناس يتكلم بها الطريقة الصدقائي صعب جدا الهيكل تبع شو هو هايثم شلون شايف اللي عم وشلون برد عليها انا It's too much for me لكن فين حابة برسمكم الرسمة انتو فكرين خلصتوا مني ما خلصتوا ميحا رسموكم الرسمة هل رسمكم الرسمة توضيحية لشو صاير مع لخ هايثم خلونا خلونا نستبدأ النظرية تتطور بسيارة المرسيدس او متل ما بيقول بسوريا احنا مارسيديس اوه سيارة مرسيدس اللي هي هاي طبعا هاي الشكلة طبعا لا تتأكدوا من الرسمة بس don't google it بس it's pretty accurate يعني trust me on this one هاي السيارة بعام 1900 بعام 1900 اللي صمموا هاي السيارة هن الناس اسكياء كتير وشاطرين ومجموعة من الناس واحد من بيناتهم قال للتاني مع المستقبل بكرة اللي حيصير فيه شغلات رائعة بالتطور مرسيدس عم هذا قال له مثل شو شو هيصير عم قال له ممكن يصير في عندنا شبابيك كهرباء شو بقى بتكبس زر عم بينزل تكبس زر عم بيطلع مو بس ايك ممكن يصير فيه مكيف في قلبه السيارة ممكن السيارة تصير نوع من انواع تعمل السيارة بتقل لك اذا ناقزها زيت اذا ناصد اذا دولاب نازل فيه هوا اذا 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 وبلش يشرح لي شو ممكن يصير فهذا الشخص شو قال له لا يمكن الحصول طبعا خطي لا طبعا خطي بالماوس رهيب قال له لا يمكن الحصول هذا الشي لا يمكن الحصول شو عم تحكي انت خرافة هذا الكلام كله هذا الشخص حالم هو نوعا ما يعني ما عنده دليل قاطع يعني عم بيحلم بس بكون وحاسس ممكن شي هذا يصير عم هذا الشخص تماما صديقي قال له شو قال له مو بس لا يمكن قال له الكلام ده توتولوجيا قال له الكلام ده توتولوجيا يا حبيب فنسمي لهذا الشخص بابر عشان المثال يتماشى هذا الشخص قال لا يمكن كلامك ده كله توتولوجيا مش هيحصل شطحوا لالفين واربعة وعشرين وقتنا الحالي وشوفوا السيارات شو شكلهم اللي انا رسمي يعني لاحق ما حيكون كافي ابدا شو شكل المرسيدس بوقتنا الحالي الفين واربعة وعشرين والشغلاتي بتقدر تعملها الاخ هيفام شو بيعمل مع نظرية التطور بيتعامل معها بهي الطريقة تماما ما بينتقد الناس اللي بوقتنا الحالي قادر نظرية التطور البيولوجيين الحاليين الناس عمش تخرجوا ادوية بسبب هاي الالية الناس عمش الناس عمش الناس عم بتعرفوا حتى على علوم تانية بسبب آلية نظرية التطور ما له شغل معهم بلفين واربعة وعشرين وعلماء نظرية التطور شو بيقول لك له شغل مع هدول التاريخي ما انتوا اسمعوا كلام ده بابعوا دائما غالي تطور غلط ليش لانه كارلي بوبر ومدرمين ورفيق داروين كله الكلام من مئة وخمسين ومئتين سنة شو بيقول لك لا يمكن بيجيب لك كلام هدول الناس فاليوم الاخ ايثم لو عبينتقد السيارات عدم التطور كان بيجي بيجيب لك كلامه لهذا الشخص بيقول لك الميرسيدس لا يمكن انه يصل عليها كهرباء الشبابيك وتتطور وتحصل لانه اصلا هذا صاحب الميرسيدس اللي هو الشريك تبع شركة ميرسيدس من الف وتسعمية قال لا يمكن الكلام دوتوتالوجيا مش ممكن يحصل طب اخ يثم شو بشان الواقع شو بشان نطلع على السيارات من سيسو الفين واربع عشرين مو مهم لا تطلع لي على بيون عبر عشرين شو بدك بقى بقى انا عم بقلك هو قال الزنم الفاوندر من الف وتسعمية وتسعين من الف وتسعمية قال لا يمكن تحصل حيكون انت افهم منه لك اخي مو مهم مين افهم من مين بوقتنا الحالي كلامه غلط طلع هذا الشخص مو مهم هو قال ليش لانه الهيثم اللي كنت ما بدي احكيه بالفيديو اللي تلازم ما احكيه لكن هحكيه هلا انسان ابسط بكتير من الناس بتخيله هو لانه قاعد ورا كلمة حلوة ولانه بيحكي بطريقة بعربية فصحة اما الناس شو تفكر والله هاد الشخص فهمان هيثم دي كلمة زريمة محترمة تكون هيثم انسان غير ذكي في نقول هاي الكلمة فقط هو غير ذكي انسان ما له ذكي بس بكل بساطة و اقل بكتير ذكاء اما من الناس ما تخيله انسان بسيط جدا نفكر الامور غيلة عنقال مثل عندهم هنه بالسلف الصالح طبعا انا هلا بيقول لي هو نحنا ما علنا قطعيات صارق اما انا بجوب له القرآن مكتوبة بخمسمائة سنة اما او بيقول لي فاك والله كما شتني او بيقول لي نحنا ما بصير ننكل بالجنود اما بجوب له كلامة بنتيمية انتنكيل بالجنود اه فاك والله مسكتني نفكر الموضوع غيلة عنقال في شيوخ للتطور اصدقائي بألف وكزا قال كارلي بوبر مستحيل يحصل وتعاليكو حط عارض كارلي بوبر لقى شو بدي بكارلي بوبر بوقتنا الحالي 2014 شو شكله نظرية التطور شو الآلية تبعها العلوم والدراسات اللي عم تدرس بالجوامع على اساسها شو شكله مو مهم جاهلي ياهون دو شو بدي فيهم انا عم بقلك من الفو 1800 قال مو لا يمكن نظرية تكون صحيحة هذا اللي عم بيعملوا هيثم تجاهل للواقع بوقتنا الحالي ولاحظوا ما بينتقد الواقع الحالي ما بينتقد الأمور اللي عم مكتشفة بوقتنا الحالي وشو عم بصي ما ما له شغل فيهم بينتقد لك التاريخ تبعها الناس اللي كانت تشك فيها وبيجيب لك الكووتس تبعاتهم هاي هي الآلية تبعها هيثم الآلية هزيلة ضعيفة واندلت على شيء ضلت على ضعف الحجة تبعهم لأنه مرة تانية ما لك مجبور تأثبت أن التطور ما له علاقة بالإلحاد صديقي إلحاد هو الشخص ماشي بالشارع جيت لعنته وقلت له إلهي موجود وخلق الكون عمل لك أوكي شو الدليل عم قلت له مكتوب عندي بقرآن قال لك بصراحة هذا دي غير كافي عم قلت له طيب تأمن إيمان جيد ليش ما تأمن قال لك أنا ما أحب الإيمان الإيمان شيء غير جيد لو وصوله حقيقة الناس بتأمن بشغلات مختلفة وبتصل لنتائج مختلفة بنفس الثقة فالإيمان ليس آلية جيدة عم أنت شو بتساوي لهذا الشخص بيصير ملحد That's it ما اقتنع بالإدعاء تبعك ليش عم تلبسه التطور وكارلي بوبر والعلم عفوا ان ضربنا المايك ليش عم تلبسه هاي الأشياء لأنك بتعرف أنك غير قادر على الإيتاء بدليل يضحض الموقف تبعه اللي هو أصلاً ما له موقف هجومي موقف دفاعي عم بيقول لك أنا ماني مقتنع بسبب غياب الأدلة أنت عبتقول له لازم تآمن قال لك على ما بدي آمن الإيمان ليس جيد فأنت جب لك التطور وتعه لا يمكن وحوت هذا ضعف صديقي ما لك مجبوط تتحدد التطور لتأثبت وجود إلهك تعرف شو لازم تعمل لتأثبت وجود إلهك أثبت وجود إلهك لكن أنا مع مين عم بيحكي عم بيحكي مع إنسان متناقض ما لهم انتبه على التناقض تعبش يعني إنسان يتناقض بوقتنا الحالي وخاصة التصدر تبع كتابات ونصوص وفيديوهات فكرية لما بتكون متناقض بهيك مستوى انت بعد جديد من الله زكاء صديقي بعد جديد الولاد الصغار صعب يتناقضوا الولاد الصغير أحيانا بيحكيه شغلة متناقضة عم يفكر فيها ما كان لازم إلهك لأماما لأن أنا بكون متناقض الولاد انت بتناقض بشكل مباشر ما لك متبهت تنافر معرفي مباشر ما لك متبهت بدك أدلة وعم تطلب أدلة وين الدليل قاطع وانت مؤمن برواية نوح تبع السفينة مو مشكلة ما أقول لك لا تجيب ليها رواية نوح لكن هل انت طبقت الآلية نفسا اللي عم تفرضها على التطور وانت مزعوج بالتطور طبقت آلية النقد نفسها على سفينة نوح لتشوف إذا بتثبت الرواية هل عملت هذا الشيء أكيد لا لأنه بتنهار فورا سفينة نوح من الضحك بتنهار حتى مو من الدليل إذا بتفكر فيها بطريقة نغضية بعدين بعد شوي بتقول مشكلتهم العلمناويون ولا جموائيون مشكلتهم بحطوا النتيجة بغض النظر على المعطيات بعدين انت بتقول أنا بصراحة ما عندي مشكلة يكون الحوت موجود الله ممكن يخلقوا بهي الطريقة شو معناته هالكلام حاطت النتيجة انت صديقي قياب للمعطيات بمعنى إذا لأقولك حوت مو بس عنده أربع رجلين إذا لأقولك حوت عنده أربع أعضاء تناسلية زي العسر بتقول انت بعدين مانع الله ممكن يخلقه الحوت ما بقدر يعمل أي شغلة لا ينزع لك وجود إلهك هي الفكرة انت حاطت ان الحوت لا يمكن يفاجئني أبدا الحوت بأي شيء من الشغلات ممكن يطلع عاملها لأنه إلهي بظل موجود ليش؟ لأنه ليس هناك مانع عقلي أن يخلقه الله على ذلك صديقي هاي هي الدوغمة حرفيا انت طالع عم تشعر حلناه شو هي الدوغمة وانت غاطس فيها انت غاطس انت إنسان تفكيرك دوغماوي وما لك من تبع هذا الموضوع فما لي متفاجئ لكن بصراحة زعلان لأنه حسيت أنه بعد هالسنين عم قال لي عم نغيب عنك ونرجع تطور شوي أخي هاي فم ارتقي شوي أعطينا شي جديد مو معقول لكن للأسف ما في شي جديد مرة تانية تنويهي الأخير والهدية الأخيرة مني لألك ما لك مجبور تهدم تطور تأثبت وجود إلهك فقط أثبت وجود إلهك لتأثبت وجود إلهك